جميز كان مبسوط من كل اللعيبة بعد السوبر لا مش من كل اللعيبة وهرجع أفكرك بالفيديو ده كونراد مشلاك عنده مشكلة مع جميز جميز بيشوف أنه هو بيطول في الكرة كتير وحذره قبل كده في التمرين مع التدريبات الأولى اللي خاضها أنه أنت بتطول في الكرة كتير وخلينا أقولك إحصائي يا كريم أن كونراد مشلاك أول لما نزل تقطعت منه الكرة سبع مرات أكتر من أي لعب في الزمالك من اللي تم نزولهم أو تم اللي استعانى بيوم من دكة البودل فكونراد مشلاك تم تعنيفه مش بعد المباراة لكن بعد يوم من المباراة جميز قعد جلسة معاه قال له أنا مش عايز النوضاء ده تاني خلينا أقولك كمان أن مصطفى شلبي يعني فيه أفضلية بالنسبة لجميز لمصطفى شلبي عن كونراد مشلاك فأنت الفترة اللي جاية هتلاقي مشلاك بديل مش أساسي يعني مشلاك مش أساسي ومصطفى شلبي أفضلية ليه بالزبط ورمضان صبح لأو جيه هيبقى أفضلية على مين رمضان صبح هيجي ولا لأ انت اللي قلت صبح هيجي أساسي هيجي أساسي مهيب أشكرك شكرا شكرا كاريه شكرا كاريه شكرا كاريه شكرا كاريه شكرا كاريه